بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بداية الأسبوع وبالتأكيد هنبدأ إن شاء الله بالحديث في هذا الأسبوع عن انتصار هام جدا للنادي الأهلي خارج الديار تحديدا في غانا وتحقيق انتصار لم يتحقق منذ فترة طويلة في الأراضي الغنية وتحديدا في كماسي كماسي وش السعد على الأهلوية يعني بنتكلم ما يقرب من حوالي 42 سنة نجح الأهلي في تحقيق أول لقب إفريقي من ملعب الأشانتي في كماسي والعودة بأول بطولة إفريقية تدخل خزينة القلع الحمراء وبعد كل هذه الفترة وكل هذه المدة ينجح الأهلي أيضا في تحقيق انتصار غالي جدا على فريق ميدياما الغاني ليتصدر الأهلي مجموعة ويدع قدما في الوصول إلى مرحلة الدور الربع النهائي من دور أبطال إفريقيا ننتظر نتيجة مباراة اليوم بين شباب بلوزداد مع ينجا أفريكانز في تنزانيا حالة النردة فيها كواليس كتيرة هنتكلم في تفاصيل مهمة كواليس رحلة الأهلي في غانا الاستعداد لمباراة بلدية المحلة ثم الجولة الأخيرة أمام ينجا أفريكانز التنزاني يوم الجمعة المقبل كمان هنتكلم على إعلان جدول الدوري في ساعة متأخرة من مساء أمس ترتيب مباراة الأهلي المباراة المؤجلة متى ينتهي الدوري هل موعد انتهاء الدور الأول سيسبب أزمة لربطة الأندية مع الاتحاد الإفريقي في الشهور القليلة المقبلة كل دي بالتأكيد كواليس وتفاصيل هنتكلم فيها في سياق حلقة اليوم من برنامج الترنت لكن سريعا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف رأيكم في أداء الأهلي خلال مباراة ميدياما ومن هو أفضل لاعب في اللقاء تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم على أداء الأهلي في مباراة ميدياما وأفضل لاعب هل مصطفى شبير هل حسين الشحات هل الجزء اللي شارك فيه وسام أبو علي ممكن نعتبره يعني من أفزمتش كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على السؤال وبالتأكيد هنستعرض كل ده في الجزء الأخير من برنامج التريند لكن نروح لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد رحلة غانا الشاقة وفي التريند المحلي إبراهيم حسن جهاز المنتخب لم يطلب تقليص عدد فرق الدوري وفي التريند العالمي إشبيلية يشكو قناة ريال مدريد للإتحاد الإسباني نقطة في غاية الخطورة بيان إشبيلية بخصوص ما صدر من قناة ريال مدريد في ملف التحكيم الأسباني قبل مباراة الغد بين الفريقين بالتأكيد جزء مهم جداً هنتناوله في التريند العالمي نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة في استكمال لمنافسات دوري أبطال إفريقيا الجولة الخامسة منذ قليل في مباراتين انتهت بفوز مازنبي على بيراميز 3-0 وفوز الوداد خارج أرضه في بتسوانا على يوانج لكسي البتسواني 1-0 كده نقدر نقول بنسبة يعني خلاص مؤكدة بيراميز خرج من دوري أبطال إفريقيا وما زال للوداد فرصة أخيرة في الجولة الأخيرة ولكن في حال تعثر سيمبا التنزاني على أرضه أمام بطل بتسوانا وضرورة فوز الوداد على أسك ميموزا طيب الساعة 6 في مباراتين نوازيب الموريتان هي الصديف مابولي دي سانداونز وأيضاً يانجي أفريكانز هي الصديف شباب بولزاد هذه المباراة بالتأكيد بتهمنا لأنها تأتي في إطار نفس مباراة المجموعة الرابعة مباراة النادي الأهل طيب الساعة 9 في ديربي قوي جداً بين النجم السحلي والترجي والفائز في هذا اللقاء بنسبة تتخطى التسعين في المية سيتأهل للدور المجمل مع بيترو أتليتكو الأنجور هيكون عندنا إطلالة مهمة بالتأكيد على نتائج دور الأبطال في الفقرة اللي جاي طيب نروح للدور الإنجليزي وفي أربع مباراة بدأوا منذ قليل أستون فيلا بيصديف نوتينجهام فوريست برايتون بيصديف إيفرتون كريستال بلس بيصديف بيرلي منشستر يونيتد بيصديف فولها الساعة 7 ونص بيرنموث بيصديف منشستر سيتي وفي العاشرة من مساء اليوم أرسنال بيصديف نيو كاسل يونيتد نروح للدورة الإسباني وخمسة وربع برشلونة بيصديف ختافي سبعة ونص ديبرتيفو ألفس بيصديف ريال ميوركا في العاشرة أيضا من مساء اليوم المريا بيصديف أتليتكو مدريد الدوري الإيطالي الشرط الأول انتهى منذ قليل بفز إمبولي على ساسولو هدف مقابل لشيء وفي الساعة السابعة سررينتانا هيصديف موينزا وفي العاشرة إلى ربع جينوى هيصديف أودونيزي دي أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية بالإضافة إلى دوري أبطال إفريق عندي تفاصيل كثيرة عن رحلة الأهلي في غانا الدرس المستفاد من تأخر بعسة الأهلي إلى كماسي وأيضا كمان إطلالة سريع على نتائج دوري الأبطال وموقف مجموعة الأهلي قبل انطلاق مباراة ينجي أفريكانز التنزاني مع شباب بوليزداد كل ده ولكن بعد الفصل نجح الأهلي في اقتناس ثلاث نقاط هامة جدا من معقل مدينة أو فريق مديامة في كماسي والعودة بثلاث نقاط غايتهم في الأهمية لفريق النادي الأهلي التصدر المجموعة برصيد التسع نقاط في توقيت كان صعب جدا على فريق النادي الأهلي في هذه المباراة الصعبة أمام بطل غانا ومن خصنا حظنا بالتأكيد المباراة قيمة يوم الجمعة في مدينة كماسي ويمكن معظم الدول الإفريقية بتبقى يوم الجمعة والسبت بيبقى توقيت عمل وبالتالي بتبقى يعني الحضور الجماهيري مش بنفس قوة الحضور الجماهيري لو مباراة بتتلعب يوم السبت أو الحد بنسبة كبيرة طيب الأهلي انتصر في هذا اللقاء وعادة بثلاث نقاط وبالتالي الأهلي تصدر المجموعة بتسع نقاط النهاردة في مباراة مهمة جدا ما بين شباب مولزداد وينجي أفريكانز التنزاني نتيجتها يأما تؤكد أن الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي دون انتظارة للجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل أمام يانجي أفريكانز أو ننتظر الجولة الأخيرة في حال انتهاء مباراة اليوم بالتعادل الفريقي لأن التعادل الفريقين بالتأكيد هيبقى في حسابات تانية لسه هتكلم عليها لكن التشكيل مبارح اندل على شيء بيدل أن احنا ممكن من رؤيتنا كده للفريق من بعيد كولر واخد الفريق في سكة مختلفة تماما عن متابعتنا الإعلامية أو حتى متابعة الزملاء الصحافين لأن الكل بلا استثناء كان بيتوقع أن أكرم توفيق هيبدأ في التشكيل الأساسية نظرة لغياب مروان عطية ومحدش كان يتخيل أن ممكن كولر يدفع بكريم ندفد من بداية اللقاء نفس الأمر لعمر السلية محمد مجد أفشى رجليه في الملعب أكتر فالكل توقع أن أفشى يبدأ المباراة خاصة المباراة خارج أرضك فبالتالي أنت محتاج لعيبة رجليها في الملعب السلية كان بعيد لفترة طويلة بسبب الإصادة ولكن كولر كان ليه وجهة نظر تاني نفس الأمر بالنسبة لبير ستاو راجع من ضغط مباراة كتير 564 ديئة مشاركة في كاس الأمم حالة إجهاد كانت غير طبيعية لبير ستاو وخد راحة حوالي أسبوع 10 أيام بعد العودة من الكودفوار وملعبش في المباراة الأولى فالكل توقع في رحلة السفر وفي هذه المباراة حديدا ممكن بير ستاو ما يكونش في التشكيل الأساسية ولكن مع ذلك نجح مرس الكولر في إخفاء معالم التشكيل في تحديد مهام اللاعبين اللي ممكن تلعب في هذه المباراة بدأ بكريم نيدفيد بدأ بعمر السلية بدأ بي بير ستاو معظم التشكيلة ما اختلفتش عن المباراة السابقة في ظل انت خلاص برضو كمان رؤيتك مش هتبقى واضحة قوي في ظل ما انت فيه يعني 50 يوم راحة سلبية الفريق ما بيلعبش أي مباراة رسمية فالتشكيل الأساسية كما هي المعتاد مصطفى شبير في إحراسة المرمى خط الظهر محمد هاني علي معلول ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم غياب مروان عطية دفع كولر بكريم نيدفيد موجود إمام عشور بالتأكيد طبعا في التشكيل الأساسية وجود حسين الشحات عنصر أساسي للا بدهيل عنه أنتوني مودست في التشكيل الأساسية في خط لجوم وبالتالي كانت التفكير بس في مركزين إلى ثلاثة ممكن كولر يدفع بمين وبالتالي كل الناس كانت شايفة أن في لعبة يعني بنسبة كبيرة هي لها تلعب ولكن كولر كان لوجد نظر تانية وبالتالي كان بيراهن أنه لما يدفع باللعبين الآخرين في هذا اللقاء تحديدا نيدفيد والسولية وأيضا بيرستاو كانت لي الغلبة وكسب الرهان ونجح الأهلي في اقتناس ثلاث نقاط هامة جدا كولر في هذه المباراة تحديدا تعامل بشكل جيد جدا خاصة مع الشوت التاني والأداء في هذه المباراة تحديدا نقول أن كولر القرائح عايز يكسب المباراة مش عايز يطلع بنتيجة جبية مش عايز يخلي نتائج المجموعة معلقة شوية في هذه البطولة لأنه بالتأكيد يعني السنوات الأخيرة كان دايما الأهلي بيستنى لغاية الجولة الأخيرة نمسك كده الأهل الحزبة ونقاط نحسب هنكسب هنا نتعادل هنا المنافس يخسر يتعادل نستنى جولة أخيرة ممكن المنافس التاني يعمل نتيجة سلبية لنتظر آخر مباراة كانت دايما الحسابات بتبقى مرتبطة بالأهلي حتى صفارة نهاية دور المجموعات المراضي الأمر مختلف نهاردة ممكن إن شاء الله نعلن بشكل رسمي أن الأهلي تأهل الدوره بالنهاية قبل الجولة الأخيرة طيب التغييرات كمان نقدر نقول يعني تغييرات موفقة جدا أولا خروج كريم ندفد وياسر إبراهيم كان بسعب الإصابة كريم ندفد جاله شد خفيف كده في السمانة وياسر إبراهيم جاله شد في العدلة الخلفية من الدرجة التانية باقي التغييرات نقدر نقول أقرم توفيق نزل زبط نص الملعب شوية لأن انت عندك تغيير ياسر إبراهيم فبالتالي اضطرت ترجع رامي ربيعة اللي نزلته مكان كريم ندفد لأنه يرجع مساك جنب منعم وبالتالي نزلته أقرم يكمل في نص الملعب في مركز ستة ريدا سليم مكان حسين الشحات كريم فؤاد مكان بير ستاو وسامبو علي مكان أنتوني مودس ثلاث تغييرات نقدر نقول تغييرات يعني إيه تقليدية مركز بمركز لعب بلعب في نفس المركز ولكن التغييرات التانية الراجل نزل برامي ربيعة في نص الملعب نتيجة إصابة كريم ندفد ولكن لما أصيب ياسر إبراهيم رجع رامي لمركز المساك ونزل أقرم يلعب في مركز ستة في وسط الملعب الأهل عنده الحمد لله بدائل تقدر تغطي أكتر من مركز وعنده لعيبة تقدر تلعب في أكتر من مركز أول حاجة عايزة أطمينكم على كريم ندفد يعني مطش بلدية المحلة ممكن ما يكونش موجود يعني هيتم راحت شوية إصابة السمانة بتبقى إصابات رخمة شوية هي إجهاد الحمد لله ما فيهاش درجة شدة ولا حاجة إجهاد بسيط حس بشكة كده بسيطة فنتيجة أن كريم ما بلعبش مباريات رسمية بقى له فترة كبيرة فالجهاز الفني فضل أن يريح كريم ندفد نفس الأمر لياسر إبراهيم إصابة شد في العدل الخلفية من الدرجة الثانية هتخد لها مش هقل من أسبوعين يعني ياسر إبراهيم نبدأ نتكلم على إمكانية عودته مع مباراة الزمالك يا آه يا لأ ولكن حتى لو غاب ياسر إبراهيم وهو لعب بالتأكيد يعني عامل موسم متميز جدا مع الآلي في الفترة الأخيرة عندك بدايل كثيرة عندك رامي ربيعة فيه عندك خالد عبد الفتاح لم يرجع من الإصابة بيلعب في مركز المساك عمر كمال عبد الواحد في المباراة المحلية وارج جدا كلر يستعين به في هذا المركز وبالتالي عندك بدايل في هذا المكان أكرم توفيه لو أنت لعبت محمد هاني في مركز المساك عندك أكرم ممكن يلعب ظاهير أيما فالحمد للبدايل كثيرة والمراكز تقدر توظف أكتر من لعب في أكتر من مركز فبالتالي ده التشكيل ودي التغييرات والهدف اللي أحرزه حسيني الشحات بتمريرة من أنتوني موادس مصطفى شوبر مش هقول نفس الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت هو خلاص مصطفى شوبر دلوقتي أصبح على التراك جاهز بيلعب بشكل أساسي بيدافع عن حراسة باربا النادي الأهلي ومتقلق في المباراتين مصطفى شخصية تقدر تعتمد عليها في المبارات الكبيرة مصطفى شوبر 24 سنة أنا برضو مش قادر التخيل الناس بتتكلم دايما على مصطفى شوبر أو أي لاعب صاعد موجود في النادي الأهلي يا جماعة يوم ما نتكلم على لاعب عنده 19-18 سنة نقوله وقتها لعيب صاعد لكن مصطفى شوبر 24 سنة نقدر نقول الفرصة جات له متأخر شوية يعني هو تمسك بالفرصة وبيلعب دلوقتي ومسك في الفرصة بإيده واسنانه لأن الفرصة التاريخية دي ما بتتقررش كتير ولو بصينا كده على مركز حراسة المرمى على مدار تاريخ النادي الأهلي كان بيبقى دايما عندك حارس أساسي على طول الحارس الاحتياطي لو الأساسي تعرض لإصابة الاحتياطي بيمسك في الفرصة ممسكش في الفرصة بيجهز لعيب تاني مكانه نرجع كده فلاش باك من أيام الكابتن سابت البطل رحمة الله عليه وبعديه الكابتن شريف إكرامي أوليتين حتى كانوا بيبدلوا مع بعض وقتها لما حصلت إصابة دخل الكابتن أحمد شوبير كابتن أحمد شوبير لما تعرض لإصابة نفس الإصابة تحتشناه على فكرة نفس الإصابة بالكتف وقتها بعد ودخل وقتها عصام الحضري والكلام ده كان في 96-97 عصام الحضري تمسك بالفرصة لعب في النادي الأهلي لغاية 2008 بعد عصام الحضري جي أكتر من حارس كان في أحمد عادل عبد المنعم كان في أمير عبد الحميد كان في رمزي صالح أكتر من لاعب دخل في هذا المكان بعد كده جيه محمود أبو الصعود وبعد كده دخل محمد الشناوي تمسك بالفرصة أصبح حارس أساسي في النادي الأهلي إلى أن تعرض لإصابة ودخل مكانه حالياً مصطفى شوبير في توقيتات معينة في إصابة الشناوي كان بيخش ساعتها علي لطفي وكان بيتقلق بيزر بشكل كويس جداً ولكن هو مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي كده على مدار التاريخ بيبقى حارس أساسي بيتعملق وبيتقلق ولو لقدر الله في إصابة بيبقى الحارس اللي بعديه لو جدته فرصة تبسك بيها بياخد نسبة كبيرة جداً من المشاركة وممكن يكون حارس أساسي على مدار سنوات طويلة هي سبحان الله بقى الظروف والأمور نفسنا نحن نتكلم من سبعة وتسعين لألفين أربعة وعشرين يعني بعد سبعة وعشرين سنة إصابة منعت أحمد شبير من الاستمرار في النادي الأهلي وبنفس الإصابة منحت الأمل لمصطفى شبير نجل الكابتن أحمد شبير أنه هو يتعملق ويتقلق في مركز حراسة مرمى النادي الأهلي نتمنى التوفيير لمصطفى إن شاء الله بإذن الله مستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر لسنوات طويلة جاية الفترة اللي جاية حراسة المرمى تقدر تقول على الحارس ده هيبقى تاريخ لما بيوصل لسن الثلاثين أو الثلاثين ده قمة المجد لأي حارس مرمى ولكن أنا متفائل جدا لأنني أعرف مصطفى من أما كان موجود في قطاع ناشئين شخصيته ولأقولت الكلام ده هنا في برنامج التريند كذا مرة شخصية مصطفى تسمح له إنه يكون حارس أساسي في النادي الأهلي منذ فترة طويلة جدا واللي جاي لسه كتير هيواجه تحديات كتيرة هيواجه مواقف صعبة كتيرة هيغلط ولكن مهم جدا الإعلام والجمهور يقف في صف الحارس عشان نكسب حارس جديد واعد لمنتخبنا الوطني في الفترة اللي جاية الموهبة موجودة والشخصية موجودة ولكن عشان تحافظ على الموهبة والشخصية لازم ندعم الحارس المرمى سواء في الإخفاق قبل الإشادات في الفترة اللي جاية طيب بعثة الأهلي وصلت النهاردة فجر اليوم ويمكن من الأمور الطريفة اللي شفناها في رحلة الأهلي الكماس قدامكم على شاشة اللقطات الحصرية لوصول البعثة فجر اليوم انبارح الفريق خلص المباراة وجاري على المطار الناس تقول لي جاري على المطار ليه ده المطار ده مفروض أوبن مفتوح 24 ساعة لا يا جماعة يعني بصوا في مطارات في إفريقيا وأنا شفت ده تحديدا في الكاميرون وفي كذا دولة إفريقية لو عدت الساعة 6-7 وده على فكرة كان سبب رئيسي ان الأهلي ما يوصلش كماسي يوم السفر يعني كان سبب من الأسباب الرئيسية ان الأهلي ما يوصلش كماسي يوم السفر ان رحلة الطيران كانت المفروض تنزل كماسي جالها يعني اختار من خلال الاتصال مع برج المرابة لا انزل أقرى لان التوقيت ده في مطار كماسي ممكن ما يكونش مناسب مش ملائم فالرحلة دربكت بسبب ان الفريق كان هيصل متأخر لمطار كماسي والمطار مش مهيأ لاستقبال طيارات بالليل وعلى هذا الأساس الفريق سافر تاني يوم الصبح ووصل كماسي يعني الضهر راح على طول كولر عمل مؤتمر صحة في الساعة 3 بعدها الفريق اتمرن الساعة 4 الحمد لله مرت بسلام وعدت على خير ولكن في درس مستفاد من هذا الأمر مش هتكلم على توقيت السفر والوصول متأخر وكلام ده كله خلاص الجهاز الفني وكولر نفسه اتكلم في الجزائية دي وأكيد الفترة اللي جاية هياخد باله من التفاصيل دي ولكن في درس مستفاد أو هو في رحلات إفريقية زي دي لما ممكن توصل متأخر أو في ظروف طيران متعلقة بالدولة المضيفة منعتك من الوصول أو إنك تنزل وتعمل لاندينج في المطار اللي انت هتلعب فيه الدولة دي سواء في غانب نيجيريا في أي دولة إفريقية وبالتالي حصل ارتباك في موعيد التدريبات وارتباك في موعيد الوصول على طول لازم تخاطب الاتحاد الإفريقي دون الرجوع للدولة المنظمة أو دون الرجوع للبلد المضيف يعني في كثير من الأحيان يقولك ارجع للفريق اللي هتلعبه لو وافق على التاجيل الاتحاد الإفريقي ما عندهش مانا ولكن في الكيس دي تحديدا أو في الأضاية دي تحديدا الأمر مختلف ليه الأمر مختلف أنا المفروض نازل يوم يوم اللاربع أعمل لاندينج حوالي الساعة ستة سبعة لأنه عندي تمرين بمجرد الوصول في أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقام فجأة وبدون سابق انزار لا ما تنزلش روح على مطار أقرى وساعتين ويبقى فيه تواصل بحيث أنك ترجع تاني على مطار كماسي طيب بعدها بساعتين لأخر شوية وبالتالي حصل ارتباك فيه مع تدريب الفريق وبالتالي الفريق ما تمرنش التدريبة الرئيسية ليه في غانا هل هنا الأمر متعلق أن البلد المضيف أو الدولة لانا راح ألعب أحد أنديتها أنه هو يقول لي لا أنا موافق أو مش موافق لا هنا الأمر مختلف تماما لو الكيس هنا متعلقة أن سلطات المطار الوطني منعت نزول البعصة كان على طول الاتحاد الإفريقي لو تم مخطبطه بتقرير من الشركة المسؤولة عن التيران كان على طول هيكون ليه قرار بتأجيل المباراة ولكن فكرة أن أنا ألجأ للفريق اللي هلعبه وبالتالي هيقول لك لأ أكيد هيقول لك لأ أنا لازم ألتزم بنفسي معاد المباراة هنا الأمر مش متعلق بموقف الفريق المنافس هنا الأمر مش متعلق بسلطات المطار اللي أنا رايح هذه الدولة هي اللي منعت نزولي تبقى اللي ما هو معد إحنا عارفين طبعا عشان تسافر أي رحلة جوية اللي هي خط سير وخط السير ده بيبقى فيه موافقات على أنك بتدخل المجال الجوي لكل دولة إيه لأن تهبط فيه الدولة اللي أنت هتلعب فيها طيب المفروض فيه خط سير وفيه معاد اللي أنا قدر أنزل فيه في مطار كماسي فكرة أن تيجي سلطات المطار في غانة تقول لأ أصل المطار بيقفل الساعة كذا وتلغي التصريح ده هنا المفروض كان على طول من الاتحاد الإفريقي واجب أن يتدخل مباشرة ويؤجل المباراة في اليوم التاني بدأ ما تتلعب الجمعة كانت تتلعب السبت ولكن النادي الأهلي وصل على طول كان فيه إجراءات وبنشكر بالتأكيد السفارة المصرية في غانة مع علي السفير كان ليه دور كبير جدا مع بعثة فريق النادي الأهلي في توفير فندق إقامة بعد الوصول إلى مطار أكرة وفي اليوم التالي كانت الطائرة جاهزة للسفر إلى كماسي يمكن بقى الجهاز الفني شاف أنه خلاص الفريق وصل تاني يوم هيتمرن يستعد يلعب الجمعة مع نضمش مشكلة أوكي ولكن فيما بعد درس مستفاد لما نصل لأي دولة إفريقية وسلطات المطار الوطني في الدولة اللي احنا هنلعب فيها بتمنع نزول الطائرة هنا الأمر على طول يجب أن يتحرق الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي لأن الأمر هنا مالوش علاقة بنادي ميدياما انت هنا أمام سلطات مطار كان فيه ترخيص ولغة الترخيص كان على طول الاتحاد الافريقي يكون ليه موقف فيه اليوم التاني ويكون فيه قرار في هذا الشأن ولكن ربا دارة النافعة درس مهم جدا فيما بعد وصل الأهلي إلى غانا لعب المباراة انتصر وحقق نقاط مهمة جدا في هذا اللقاء الفريق النهاردة وصل الفجر وفيه راحة سلبية هيتمرن بكرة الحد ويوم الاتنين ويلعب يوم التلات مباراة مع بلدية المحلة على طول يبقى فيه تمرين أربعة وخميس ومباراة الجولة الأخيرة أمام يانجي أفريكانز نتمنى بإذن الله تكون مباراة تحصيل حاصل ولكن هننتظر نتيجة لقاء اليوم بين شباب بلدية المحلة مع يانجي أفريكانز في تنزل على فكرة ترتيب المجموعة الأهلي في الصدارة بتسع نقاط يانجي أفريكانز خمس نقاط شباب بلدية المحلة خمس نقاط المباراتين مع بعض يلعبوا النهاردة الساعة ستة لو حصل تعادل هنتنتظر للجولة الأخيرة لأن ستة ستة والأهلي تسعة لقدر الله الجولة الأخيرة لأهلي خسر ساعتها وبلدية تكسب ميديامة في الجزائر هيبقى تلت فرق تسع نقاط لازم نحط كل الاحتمالات أمام حضراتكم عشان نقول لحضراتكم من الأهلي وضع قادما في الدور ربع النهائي ولكن لسه ما نقدرش نحسم ده إلا نتيجة مباراة بلدية ويانجي أفريكانز تخلص النهاردة في حال فوز أي من الفريقين أي فريق اكسب التاني هيصل لتمن نقاط نقدر نقول بنسبة كبيرة خلاص مع النادي الأهلي وصل إلى الدور ربع النهائي لأن حتى الفريق اللي هيخسر وعنده خمس نقاط بقيله جولة أخيرة لو كسب هيبقى تم النقاط الأهلي خلاص تسعة فالأهلي هيكون عد ولكن لو حصل تعادل هنستنى الجولة الأخيرة لأن لقدر الله لو في نتائج عكسية أو سلبية ساعتها تلت فرق تسع نقاط ونقدر نبص بقى على المواجهات المباشرة انت كسبتني فين وانا كسبتك كام وكل واحد كسب التاني يقدي إيه وبالتالي هتخش بقى في لعبة لغاريتمات نتمنى يا رب بإذن لما تحصلش النهاردة فريق يكسب التاني تخلص المسألة ويكون الأهلي بإذن الله قبل الجولة الأخيرة متأهل إلى الدور ربع النهائي اللي مش بعيد على فكرة الدور ربع النهائي أحد أيام 30 أو 31 مارس لو الأهلي أول هتكون هذه المباراة خارج القاهرة لو الأهلي تاني هيكون هذا اللقاء في القاهرة في هذا التوقيت ثم مرحلة الإياب في الدور ربع النهائي يوم 6 أو 7 إبريل تفاصيل المتعلقة بترتيب المجموعة المجموعات التانية نتائجها غريبة يعني عايز أقول لكم المجموعات التانية نتائجها غريبة يوم الأهلي بيطلع تاني على طول بيصطدم ياما بسانداونز ياما بالترجي ياما بالوداد ياما بالرجاء المرة دي لما نطلع أول هنروحنا الصدم بقى بفرق ممكن كلها بيلاعبها لو إحنا تاني وهم بيبقوا أول لكن المرة دي شكلهم عايزين يبقوا تاني يعني ممكن بعد النهاردة فوزما زنبي لو سانداونز يتعادل النهاردة مع نوازيبور مطلع هيتلاعب الساعة 6 وفي الجولة الأخيرة مقدرش يكسب مزنبي ممكن سانداونز يطلع تاني فيبقى في سكة الأهلي نفس الأمر الترجي احنا بنتكلم ان خلاص بيترو أتلتكو الأنجولي بنسبة كبيرة يعني ضمن المركز الأول هنستنى مطلع النهاردة بين الترجي والنجم لو حصل تعادل بيترو أتلتكو الأول لو حصل تعادل بيترو أتلتكو الأول وبالتالي يبقى الأهلي هينتظر ياما نروح للترجي أو النجم أو الهلال نفس الأمر في المجموعة اللي فيها سيمبا عفوا والوداد الكل كان بيتوقع ان الوداد هيتصدر المجموعة إلى أن تصدر أسك ميموزة المجموعة وتأكدت صدرته وتأهله بنسبة 100% كأول لهذه المجموعة تيجي تبص على ترتيب باقي الفرق في المجموعة هتلاقي ان سيمبا 6 نقاط الوداد 6 نقاط الجولة الأخيرة الوداد هيتصدف أسك ميموزة في المغرب حتى لو الوداد كسب عيبت 9 نقاط مستني يشوف نديجة سيمبا لأن سيمبا عنده المباراة الأخيرة على أرضه مع جالكسي البتسواني اللي خرج بنسبة كبيرة يعني مش هيتأهل للدور اللي جاي سيمبا لو كسب 1-0 تأهل يبقى بالتالي هنا ممكن سيمبا يكون في المركز التاني لو سيمبا تعثر على أرضه أمام يوان جالكسي والوداد كسب عتلاقي الوداد في المركز التاني فأنت كده الأهل ممكن يتصدر يروح في المركز التاني يلاعب بين بقى يا إما سانداونز يا إما يعني من بعيد ممكن يحصل ويقابل الوداد يا إما ممكن يقابل الترجع أو النجمة أو الهلال يعني يوم ما نطلع أول وإن شاء الله بإذن الله هتلاقي ترتيب الفرق في المجموعات التانية في المركز التاني مواجهات كنا دائما باللعبهم لما بكوننا إحنا تاني وكانت الناس تقول لك يا عم اطلع أول وابعد عن المنافسات دي بتبقى مشوارك صعب من أول دور التمانية هي الظروف بقى واضح أن هي هتودينا النفس السكة دي اللي بتحصل زي السنين اللي فاتت لكن عموما اللي عايز يكسب البطولة يواجه أي حد ويلعب مع أي حد سنة اللي فاتت لعبنا الرجاء في دور التمانية لعبنا الترجع في سيمي فاينال لعبنا الوداد في الفاينال مباريات قمة لكن اللي عايز يكسب اللقب بيواجه أي حد نتمنى بإذن الله يكون مشوار الأهل موفق في هذه الرحلة إن شاء الله ده كان كل الكلام المتعلق بالبطولة الإفريقية ونتيجة مباراة الأهلي وميديامة الغاني وترتيب المجموعة في الفترة اللي جاية وموقف كريم ندفيد وياسر إبراهيم تحديدا لأننا عارف الناس كلها الآن على موقف المصابين دي أنجي لسه شوية عليه الشناه بعيد الفترة دي هنبدأ بقى نتابع خالد عبد الفتاح قدامه قد إيه؟ كريستو وأحمد نبيل كوكا دخلوا في التدريبات الفترة الأخيرة محمود قهربا ما سافرش مع الفريق هنشوف موقفه من المشاركة في المباراة الرسمية هيبان بقى في الفترة اللي جاية كولر هيبدأ يعمل روتيشن في مباراة الدوري ولا ممكن قهربا يكون ترتيبه في الرؤوس الحربة بعد موديست ووسام بوعالي اللي مدي كده يعني يعني أقول إيه؟ وسام مدي روتوش بسيطة كده إنه هيبقى مستقبل كويس جدا في مركز رأس الحربة إن شاء الله نتمنى التوفيق للمهاجم الفلسطيني ده الجانب المتعلق به الكرة الإفريقية وموقف الأهلي الفترة اللي جاية فاصل وبعد الفاصل نبدأ نرجع نتكلم على الدوري العام وجدول الدوري والمحطات اللي هيلقع فيها الأهلي الفترة اللي جاية هل في راحة؟ هل مباريات متتالية؟ جدول الدوري مستمر لشهر سبعة ولا تمانية والموقف هيبقى إيه؟ كل ده ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرجع بقى الجدول الدوري واللغرتمات اللي احنا هنشوفها دلوقتي بخصوص استمرار الدوري العام يعني الغد دلوقتي حتى شهر نهاية شهر سبعة بقي أربع جولات محدش لسه طبعا عارف معادمة تبقى إمتى وربطة الاندية لم تعلن بوعيد الأسبوع الأربعة الأخيرة من جدول الدوري انتظار لتحديد موقف الفرق سواء في المنافسة على اللقب أو حتى المنافسة على البقاء في الدوري العام طيب قبل ما تخل بس في تفاصيل جدول الدوري يعني الناس اللي بتطلع بتتكلم على المؤجلات وعرض المباريات يا جماعة اقروا شوية واكتهدوا شوية وحاولوا تشوفوا الأهلي منذ بداية الموسم حتى الآن لعب كام مباراة دايما يقول لك الأهلي لعب ست مرشات في الدوري أيوة أنا طول الموسم يعني أجازة طول الموسم أنا مثلا في الويك اند بعملش حاجة أنا أكتر فريق لعب السنة دي مباريات يعني أنت لو قلتلي مثلا فيه فرق في الدوري لعب 12-13 مباراة أنا لعبت أكتر من دول مرتين يا كد يكون الأهلي السنة دي بس لعب مش أقل من 22-23 مباراة لعب مش أقل من 22-23 مباراة فيه فرق ممكن تكون لعبت أكتر مني في الدوري 23-23 ولكن تيجي تبص على عدد مبارااتها بالمقارنة مع الأهلي هي لعبت عدد مبارااتها وخدت مدد راحات أكتر بس هو دايما يقول لك الأهلي لعب ست مطشط في الدوري مش هتبقى ستوارة مشروخة كل شوها نطلع نشرح لكم يا جماعة يعني الناس تذاكر وتقرأ وتكتهد نفسي يعني الناس اللي تطلع على شاشة نفسي الناس اللي تطلع على شاشة وتقعد تتكلم في إحصائيات أصلي ده معدل مكسبه في الدوري كذا وده معدل لعبه في الدوري كذا ما بتتحسبش كده هي مش حسب مسلسات على فكرة ولا هندسة ميكانيكية انت بتلعب كورة وبتتفرج وبتشوف مباراة محلية مباراة إفريقية مباراة دولية أول أهل السنة دي كان بيلعب دوري أبطال بس ولا بيلعب دوري أبطال وبيلعب دوري السوبر إفريقي وبيلعب كاس عالم أندية ولعب كاس سوبر إفريقي مع دوري مع كاس مع كاس سوبر تلعب في الإمارات فيه ناس معضيها ويك اند من شهر اتناشا ما بتلعبش حاجة لا بس يقولك القالي لاعب ستة ماتشاط في الدوري والدوري بايز والدوري غريب يا مش مشكلة القالي للدوري بايز عايز تدي امثلة عندك ناس كتيرة ولكن فكرة انك كل شوية تدي مثال على الاهلي بس ده اكبر غلط انبارح صهر المدة ساعتين على مشكلة الدوري واختصار الدوري كله في ان القالي لاعب ستة ماتشاط اسف ده فشل من حضرتك انك مش عارف اساسا الدوري كان منظم ازاي او اللي جاي للاهلي قد ايه انت حضرتك مش قادر تذاكر وتكتهد وتطلع الاحصائيات صح دي مشكلتك انت لكن تختصر المشاكل ده كلها بس الاهلي لاعب ستة ماتشاط في الدوري بص على منشستر سيتي لاعب في الدوري الانجليزي عرض مباراة اكتر من الاهلي والله العظيم انت بتهزر والله العظيم انت بتهزر يعني منشستر سيتي اللي لاعب مع الاهلي كاسعالم هو جي لاعب مباراتين بس جي لاعب مباراتين للأهل لعب ثلاث مباريات يعني حتى فكرة أنك تساوي الستي بالأهل في عدد مباريات الدوري ده يعني استزراف بصراحة بأمانة يعني ده استزراف مشكلة الناس بتطلع على الهواء ما عندهاش مادة تقدمها فكل واحد بقى إيه يقعد يهقص بكلمتين ما لهمش أي لازمة نملى الهواء وخلاص لكن نختصر القصة في الأهل لعب ست مباريات ده كلام فارغ وكلام فاضي الأهل يرجع من غانا إمبارح عنده مباراة مؤجلة في الجولة الخامسة العامة مع البلدية يوم الثلاثة اللي جاي 27 فبراير بعدها هيلعب يوم الجمعة وهيكون معاكم هاو على الشاشة ترتيب مباريات الأهل هيلعب يوم الجمعة واحد مارس مع ينجي أفريكانز في الجولة الستة من دور الأبطال بعد كده يروح يلعب نهائي كاس مصر يوم الجمعة الثمانية مارس واخدوا بالكم من واحد لثمانية مارس بنتكلم في سبع أيام الرحلة للتحضير لنهائي الكاس مطلوب من الأهلي أن يكون موجود قبل معايد المباراة بخمسة أيام فالأهلي ممكن يسافر تلاتة مارس أو اربعة مارس هلعب واحد مارس وتلاتة مارس ماينفعش عشان بس محدش يفتكس ويجي يقولك إيه هو من واحد لثمانية الأهلي ملعبش ليه ده كواليس الرحلة الإقامة للأهلي قبل معايد المباراة أربعة ليالي خمس أيام طيب ننوح بعد كده لمباراة البنك الأهلي والأهلي يوم 12 مارس أجندة دولية والمعصخرة يبدأ بدري الأهلي يلعب مع أمبي ما عندوش مشكلة يوم 30 مارس الأهلي يلعب مباراة في دور التمانية ياما تبقى خارج مصر ياما تبقى في مصر على حسب صدرته في المجموعة أو المركز التاني عنده مباراة يوم 3 أو 4 إبريل مع فيوتشر يلعب 6 إبريل إياب دور التمانية عنده ماتش يوم 11 إبريل عنده مع زد بعد كده يلعب مع الزمالك 15 إبريل ضمن مباراة نادي الزمالك بعد كده يلعب مع المصر 19 إبريل وصيراميكا 23 إبريل موقف المباراتين دول في الجولة 18 و19 بيتوقف على تأهل الآل للمباراة النصف النهائي اللي هتتلعب 24 والإياب 27 أربعة بعد كده عندك الإسماعيل والأهلي يوم 4 1 مايو دي الجولة العشرين الجولة 21 آل وجونة 4 مايو مؤجل الجولة التسعة مع الاتحاد سكندري 7 مايو الجولة 22 بلدية المحلة 11 مايو الجولة 23 مع المؤولين 15 مايو بس في مباراة مع اسموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو ممكن تؤجل لو الآل وصل في الفاينال لأن الفاينال يوم 18 و5 ومباراة زد يوم 27 مايو ممكن تأجل في الجولة 27 في الجولة 25 لأن الآل عنده مباراة أصلا إياب النهائي 25 و5 طيب نروح لشهر 6 بعد انتهاء الأجندة قابل بقى مباراة كل 3 أيام لأن ما فيش أجندة دولية 18-6 14-6 مع فرقه 18-6 مع الاتحاد 21-6 مع الدخلية 25-6 مع الزمالك 28-6 مع فرقه كل دي مباراة في الجولة المتتالية وفي مباراة مؤجلة تروح للجولة 13 مؤجلة مع الجيش 1-7 الجولة 29 مع الدخلية 4-7 الجولة 30 مع الجيش 8-7 ثم بعد ذلك مطش بيراميز في الجولة 14 يوم 12-7 تخيلوا المباراة دي مؤجلة من الدور الأول بصوا بقى هنا في نقطة خطيرة جدا أختم بها الجزئية دي معنا إن الآلة يلعب مع بيراميز مباراة مؤجلة في الجولة 14 يوم 12-7 يبقى أنت مش هتقدر تبعث أسماء الأندية حسب الترتيب في الدور الأول عشان المشاركة الإفريقية إلا بعد التاريخ ده طيب لو الاتحاد الإفريق طلب منك الأسماء في شهر 6 مش هتقدر تبعث هتطلب استثناء كالعادة ليه منتصف سبعة لما يكون الأهل يخلص مباراة دي مؤجلة في الدور الأول والزمالك وبيراميز وأيضا فيه اللي طلع الجدول ده لو كان استنى بس استنى بس 24 ساعة وعرف موقف بيراميز كان خلى المباراة دي بدر شوية كان بضر معادة المباراة دي بدر شوية لكن اللي استعجال خلى يطلع المباراة دي تتلعب في 12 سبعة بيراميز خرج كان ممكن يلعب مع الأهل مبكرا عن المعادة وبالتالي كنتم ممكن تبعث أسماء الأندية من الدور الأول في شهر 6 ولكن ده الجدول وده الموعيد اللي تحطي طيب من 12 سبعة هيكون باقي أربع مباريات هل ممكن الدور يخلص في 30 سبعة أو أول تمانية ده هنشوف الفترة اللي جاية عموما أهم حاجة أهم حاجة تحصل في الدور الفترة اللي جاية وأنا قلت الكلام ده في التريند هنا كذا مرة أرجوكم الدوري السنة الجاية لازم نعرف هيتحل إزاي لازم نعرف هيتلعب إزاي لازم نعرف المعضلة دي هيتشكلوها إزاي وتحلوها إزاي لأن السنة الجاية لازم الدور يخلص في شهر 5 في شهر 5 ليه؟ في كاس عالم أندية في قيد لازم الأهلي يسجل لعبته عشان كاس العالم في أمريكا في أول 6 وفي كاس أمم بنسبة كبيرة بعد كاس العالم الأندية فمش معقولة سبعة وتمانية وتروح لتسعة وعشر أرجوكم جماعة سنة استثنائية تعملوا فيها جدول عشان دوري يخلص في خمسة عشان نزبط الجدول بعد كده تقللوا عدد الأندية تلعبوا دوري من دور واحد الدوري يبقى 14 نادي بدل 18 نادي ده قراركم ولكن أرجوكم اللي قاعدين على الكراسي في التحاد الكرة أو في الربطة قعدوا مع بعض وشوفوا حل ساعة بس كده من وقتكم بدل ما بتفكروا في الانتخابات تشوفوا الحاجات دي هتتحل إزاي وبعد كده اللي عايز ينزل الانتخابات ينزل براحته بس تشوفوا المشاكل دي هتتحل إزاي لأن الدوري والموسم اللي جاي هيبقى أصعب كتير من الموسم الحالي دي كانت كل التفاصيل اللي موجودة على السوشيال ميديا والأخبار اللي موجودة في المواقع والقرارات اللي تم اتخاذها في الساعات الأخيرة وعودة الأهلي من غانا نطلع نتابع آخر أخبار الأهلي واللي كتب في السوشيال ميديا من خلال آخر أخبار الترنت